السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله هذه الزكاة ايها الاحبة الكرام بين ربنا سبحانه وتعالى لمن تعطى هي لا تعطى لكل الناس وانما تعطى لاصناف ثمانية حددها القرآن الكريم ومتمثل في قوله سبحانه انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم هذه الاية الكريمة تؤثر النظام العام للزكاة انها لا تعطى لأجه كان وانما الاصناف الثمانية محصورة انما الصدقات يعني الزكاة انما في اللغة العربية ادات حصر ربنا حصر في هذه الثمانية اولهم انما الصدقات للفقراء والمساكين من هم الفقراء؟ هو الذي يتسول هو الذي ما عنده قوت هو المحتاج ويطرق هذا الباب ويسأل الناس وينادي انا محتاج اعينوني هذا فقير والمساكين هم لا يطلبون ولا يتسولون بل يتعففون لان المساكين مقصود بهم هم الذين يعملون عندهم عمل اما تجارة او خدمات ولكن ضعفاء في الدخل والمساكين ربي تكلم عليهم في كتابه تعالى فقال واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فهم يعملون في القطاع البحري يصطادون ولكن سماهم مساكين لان مدخلهم قليل فالمسكين هو موظف او مستخدم او عامل او تاجر لكنه فقير جدا كتر عياله وقلماله وهو يتعفف هو لا يقول اعطني ولا يرضى بذلك يغلق عليه بابه ويصبر بخلاف الفقير هو الذي يتسول ويدق الابواب وينادي على الناس بالعطاء انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا الصنف الثالث العاملين عليها يسمون بالجبات لما كان سيدنا النبي يبعث عدد من الجبات هما عمال يبعثهم لجبي الزكوات وإحصائها ونقلها ويغيبون يغيبون كثير عن دويهم وأحبابهم فكانوا يعطون سهما من الزكاة رغم انه ليس فقير ولا مسكين ولكن جهد عمله وتعابه ونصبه انما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم الصنف الرابع من هم المؤلفة قلوبهم هم صنف كانوا قبل الإسلام أو عند بزوغ فجر الإسلام كانوا أناس قبائل قلوبهم ليست صافية من ناحية الدين ويريدوا أن يسلم لكن لازال عنده شك وله ارتياب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليهم ويعطيهم من مال الزكاة رغبة في إسلامهم رغم أنهم ليسوا فقراء طبعا في عهد سيدنا عمر سوف يسقط هذا السهم وقال لقد أعز الله الدين ولا يحتاج إلى المؤلفة قلوبهم هذا الشهاد من سيدنا عمر ولكن الفقاء قالوا هذا السهم يبقى ما دام في كتاب الله تعالى فممكن قد نجد بعض الناس ليسوا فقراء ولكن نرغب في أن يدخلوا إلى الدين فقد نتودد إليهم نعطيهم مما أعطانا الله نوسع عليهم رغبة في إدخالهم إلى الدين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الرقاب هم العبيد كانوا أيام زمن العبيد كان هناك نظام العبودية سائد في البلاد في كل مكان وربنا عز وجل أراد أن يعتقى الرقاب ليحصل الناس على الحرية ويشعرون بالاستقلال ويدخل فيهم المكاتبين من كان مكاتبا كأنه عبد من العبيد هذا أيضا يعطى من مال الزكاة ليحصل على حريته لكي يشعر بأنه إنسان ثم قال والغارمين من هم الغارمون هو المدين إنسان مدين إنسان كان أخذ ديون وغلب عن أمره أنه يؤدي ديون كان في زماننا نجد بعض الناس قد يكون موظف أو مستخدم أو تاجر فيأخذ دينا لقضاء بعض الأغراض إما للتجارة أو إنشاء مشروع صغير أو اقتناء سكن ولكنه غلب غلب إما أصبه مرضون أو أصبته ظروف قاسية وصارت ديون تخنقه هذا الغارم المديون يعطى له أيضا من مال الزكاة وفي سبيل الله في سبيل الله قال العلماء هذا باب عريض كان في أول الإسلام خاص بالجنب كان الجنود والجيش لم يكن هناك جيش نظامي لم يكن هناك وزارة دفاع في الدولة بل كان الناس يتطوعون لإعلاء كلمة الله وللجهاد فكان يعطى من الزكاء للشراء الخيول والدواب والأدوات الحربية والأسلحة هذا في سبيل الله قال العلماء الآن صارت الدول عندها وزارة دفاع وعند الميزانيات في سبيل الله تبقى كل من يساهم في إعلاء كلمة الله ومن ذلك مثلا بناء المدارس وبناء المعاهد ودور القرآن وطلبت القرآن وطلبت شريعة وحملت شريعة أيضا هؤلاء حتى يستمروا لأنهم قد يضعفوا قد يريدوا أن يبحثوا عن طعام وشراب وعن ملبس وعن عيش كريم فيتركون هذا الأمر فنعطيهم حتى يبقوا في مكانهم في المدارس القرآنية وفي المعاهد الشرعية وطلبت العلم وغيرهم وفي سبيل الله وابن السبيل ابن السبيل هم الذين تقطعت بهم السبل وناس يسيرون في الطرقات إما ما عندهم ما عندهم مأوى ما عندهم عائلة وقد يكون بعض اللاجئين كما في عصرنا هذا هناك لاجئ كتر كالسوريين إخوانا السوريين وإخوانا في دول إفريقية كثيرة إما عندهم مجاعات وإما عندهم حروب وإما عندهم أوبئة أو غير ذلك هؤلاء هم الأصناف التمانية الذين نعطيهم من مال الزكاة فريضة من الله قد يتسأل السائل هذه الزكاة على من تجب تجب على كل إنسان ربنا فتح عليه باب الرزق أعطاك الله المال فبلغ النصاب بلغ النصاب كم مقدر هذا النصاب هذا النصاب مقدره هو 85 جرام دهبا كنشعد ملدهب كنقول ليش حل الجرام كيقول لي التماني للجرام فأضربه في 85 والحاصل هو 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 تقريبا حوالي 25 ألف دهبا 25 ألف دهبا هذا هو هذا هو النصاب للزكاة إذا كان عندك القدر من المال وبقي عندك محفوظا طيلة سنة وأنت مستغنين عنه سنة كلها وهو محفوظ إما في البنك أو في بيتك أو في متجارك محفوظ ما ترك طيلة سنة بكاملها مر عليه الحول بلوغ النصاب ثم مرور الحول شرط تاني ثم الشرط تالي أن يكون خالي من الديون ما عندك ديون لو كان عندك ديون وحقوق الناس أولا قبل أن تعطي الزكاة اعطي الحقوق لأصحابها وأن لا يكون لك فيك لك معك في شريك لا يكون مالك الخاص أندك تخرج الزكاة كم قدرها 2.5% جو جو نصف يعني كل مليون فيها 250 درهم 5000 ريال في كل مليون من كان عنده هذا القدر من المال ومر عليه الحول وكان خالي من الديون يخرج هذا القدر ولمن يعطيه يعطي لهؤلاء الأصناف الثمانية يبحث عنهم أولا يبحث في دائرته دائرة الأسرة ديالو ودائرة العائلة المقربين أولى كان نبحث في الأسرة في العائلة إلا كان شو واحد من العائلة في هذه الصفات كان أعطيه هو أولى من الغريب إلا أطلت المقرب إلي عندي أجران أجر الصدقاتي وأجر القربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة لما أعطت بعض مال زكاة لابنتي أختها وكانت فقيرة قالت أنا تحرج هل هذا مقبول قال لأي نعم قال لها هدو أيتام يتربون في حجر أختك ولك أجران أجر الصدقاتي وأجر القربة إلا كانت الأسرة والعائلة والمقربين كانوا كلهم الحمد لله مستورين وعندهم نصيب ديالهم ولا ينطبق عليهم الأصناف الثمانية المذكورة أنا داك أبحث عن عن الجيران ثم الأقرب فالأقرب ثم بعد ذلك إليك الحمد للوضع الموسط ديالي كلهم مستور وعندهم الحمد للخير ديالهم فأبحث عن المسلمين في أي مكان وأعطيهم من مال الله تعالى هذه الزكاة لا نعطيها لصنفين اتنين الأصول والفروع الأصول لهما الوالدين ديولنا والأجداد ولا نعطيها للفروع أولادنا وأحفادنا علش؟ لأن الزكاة تسمع هي أوساخ الناس أوساخ الناس ولا تعطى للأصول وللفروع لأن الأصول والفروع ديالنا والدين أولادنا نعطيهم من طيب مالنا من مالنا الحر الخاص صالح أما الزكاة هي أوساخ الناس كنحي دعليا كنعطيها للآخر ولا أبخل لأنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لما كيباش يعطيها كيكون هو يضيع نفسه لأنه وضع سيضعها في في وحد الحساب بانكي عند الرحمن لأن الله تعالى وضع لكل مننا حساب بانكي في السماء لا يمصه لا يمصه لصوص ولا يأتيه سوس يعني محفوظ من عند الله لما أضع مال الزكاة فأنا أضعه في حسابي الخاص عند الرحمن وربي قال لنبي أنه يربيها لكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل الجبل هذا كل الخير يبقى يوم القيامة يتلقى كجبال مكة وتهامة جزاء هذه الصدقات هذه الصدقات أيضا لا تشترط أن يكون صاحبها عند البلوغ وعند العقل قد يكون إنسان بقي طفل صغير وعنده أموال كثيرة ربما جاتوا من الإرت للآباء وأجداده فنخرج منها الزكاة قد يكون مجنون أو طرأ عليه الجنون يعطى من مال الزكاة لأن الزكاة هي خاصة بالمال لا يشترط فيها وجوب العقل ولا وجوب البلوغ الزكاة تكون من المال وأيضا تكون من الحلي إليك الحلي الدهم والفضة كالإنسان يبيع ويشتري فيهم كان تاجر أما إذا كانت المرأة عندها الحلي الدهب والفضة والألماص وغيرها كنت تستعملها من باب التزيون هذا لا شيء عليها إذا كانت هناك بعض النساء عندهم حلي كثير دهبا وفضة أساوير وسلاسل وخواتم للتزيون هذا ما فيه زكاة هذا مال ربنا أعفانا فيه من الزكاة لكن إذا كانت يبيع ويشتري يصير زكاة مال ثم هناك زكاة الغنم أيضا الفلاحة في البوادي والقرى العالم القراوي أيضا الفلاحة يخرج الزكاة الزكاة تخرج أولا من المحاصيل الزراعية من القمح والشعير والذرة والأرز وغيرها ومن التمور التمار يعني بحل التمر بحل الزبيب أيضا الزنجلان غيرها من المواد هذه تخرج تخرج يوم عند الحصاد يوم حصاده وأتحقه يوم حصاده يعني نهار الحصاد كي يقول الإنسان كي يخرج العشر في المحصول دياله كي يخرج العشر في خمسة أوسق ولكن كي يقول العلماء لكن أقل يضم بعضها إلى بعض إلي كنت يسقيها بالماء ويستعمل نفقات كثيرة هذا ليس عليه العشور هذا فقط عليه نصف العشور ثم من غير المحاصر الزراعية الغنم الغنم امتداء من ربعين شات إلي عندو ربعين إلى ميور وعشرين شات كي يخرج شات صغيرة وحدة وإله عندو من ميور وعشرين شات إلى ميتين شات كي يخرج شاتين شاتين من إلا عندو البقارة ثلاثين بقارة فوق ثلاثين بقارة الجمال الى عنده فوق عشرات الجمال كي خرج وحد الشات وهكذا النظام وضعه الله سبحانه وتعالى للمحاصل الزراعية وكذلك للغنم